استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان واتفق الجانبان على خطة إيطارية للدعم العجل عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بدءا بتيسير تمويل حزمة من المشاريع الإنمائية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي إضافة إلى 200 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء الحكومية وكما تشمل خطة الدعم العجل حوالي 17 مشروعا وبرنامجا تنمويا في قطاعات الطاقة الناقل التعليم المياه والصحة وبناء مؤسسات الدولة بحيث يتم البدء الفوري بتنفيذها وفقا للخطة المعتمدة